الجريح بكل ما تقدمه له المؤسسات وبكل هذه الإنجازات التي تقدم للأسرة هل أخذ بالفعل حقه مقابل ما قدمه على عبر التاريخ؟ هناك لدينا نماذج من الجرحة نماذج تقشعر لها الأبدان من الشكل والإصابة والإجرام الصهيون وبالتالي لماذا لا نعتمد هؤلاء الجرحة صفراء لفلسطين في الخارج؟ لماذا لا تقرر السفارات الفلسطينية في كل سفارة وفي كل قنصلية وفي كل مؤسسة فلسطينية ممثلية في الخارج جريحا فلسطينيا كما هناك القنصل الثقافي والقنصل السياسي والقنصل الأمني ومسؤول الأمن في السفارات هناك يجب أن يكون جريحا فلسطينيا إضافة إلى سير فلسطيني موجود في هذه السفارات بالتالي نستطيع أن نحقق هذا الحصار للعدو وضع العدو في قفص الاتهام الأخلاقي والسياسي والإعلامي وهذه خطوة من خطوات كثيرة لعلنا نصل إلى مكافآة الجريح على ما قده من أجل هذا الوطن انتفاط الحجارة 130 ألف جريح فلسطيني هذا يقام ليست أرقام سهلة 130 ألف جريح فلسطيني منذ الاحتلال 67 حتى الآن هناك 3 مليون 300 ألف جريح فلسطيني إذا 300 ألف جريح فلسطيني و100 ألف شهيد فلسطيني ومليون أسير فلسطيني من بقي من الشعب فلسطيني لم يدفع هذه الفاتورة وبالتالي أمامنا حتى نفضح هذا العدو حتى يجب أن نتخذ إجراءات وقائية لا يجب حتى أيضا أن ننتظر حتى يفقد الجريح طبعا أحد أعضاؤه وبالتالي لعنى ذلك نقوم بضجيج إعلامي لا فائدة منه أقول أن يجب الآن أن نحاصر إسرائيل هناك محاصرة أمر ممكن الآن في ظل هذا العالم الذي طبعا هناك ثورة في الإعلام هناك طبعا التعاطف الدولي مع المظلومية هناك بدأت قوانين سن قوانين جديدة على مستوى هذا العالم يجب أن لا ندخل جهدا في فضح هذا العدو سياسيا هذه الجرائم السياسية 300 ألف جريح فلسطيني من يتذكر هذا الحدث إلا في 13 ثلاثة 300 ألف جريح هذا فلسطين أيضا الموضوع الأخلاقي عندما إسرائيل تصيب إنسان وتتركه عندما تستغل الإصابة في التحقيقات مع الإخوة بعد إصابته ويعتقل بعد الإصابة تستغل هذا التحقيق لأكبر إيذاء للسجين أثناء التحقيق وأيضا منعه من العلاج حرمانه من العلاج حرمانه من كل مقاومات الحياة أيضا هذا يمكن أن نضح إسرائيل أخلاقيا سياسيا إعلاميا هذا المساحات الواسعة من الإعلام العالمي الذي يتعاطف مع الإنسان كإنسان أنا أقول نحن قادرون على اقتهام هذه الساحات أنا لا أعتقد أن نستطيع أن نكافئ الجريح على ما قدمه ما هي الكمية من الخدمات والرعاية للجريح تعادل طرف من أطرافه قدم وساق أو عين لا نستطيع أن نكافئ هذا الجريح على ما فعله من فقد طرفا من أطراف من يعاني لعشرات السنوات مجرأ هذه الإصابة لا يمكن أن نقول هناك نكافئه لكن يمكن أن نزيد من منسوب العلاج من منسوب الاهتمام بالأسير الفلسطيني هذا الأسير الذي ربما يعاني يعاني ضحية أمرين اثنين الأمر هو الحصار الدولي والحصار الدولي بالتأكيد هو يقصد الأسير ويقصد الجريح ويقصد الشهيد وبالتالي هذه المؤامرة الدولية تتآمر على أيقونة النضال والمقاوم والمشروع الوطني فلسطيني هم الجرحى والأسرى والشهداء إذاة صوت القدس صوت حر لشعب حر